المخاوف كبيرة على مصير سكان المدينة ومصير من هرب إليها نزوحا من جحيم الحرب ليجد نفسه وأسرته يواجه المصير نفسه إن لم يكن مصيرا أكثر مأساوية في غضون ذلك تقاسم المتفاعلون عبر منصات التواصل صور وفيديوهات توثق لعمليات مغادرة لرفح صوب وجهات أخرى الأمل معقود بخيوط العنكبوت في أن تكون أكثر أمنا من رفح وفيما تتسارع تطورات العسكرية أضحت مدينة رفح موضوع تساؤلات لدى فئات واسعة من المبحرين عبر النات الجميع يبحث عن معطيات توضح له الصورة هناك في المدينة المنكوبة ومن المعطيات التي تم تداولها بالمناسبة أن مدينة رفح تقع جنوب قطاع غز على الشريط الحدودي الفاصل بينه وبين شبه جزيرة سيناء المصرية وتعتبر أكبر مدن القطاع على الحدود مع مصر وتبعد عن القدس بحوالي 107 كيلومترات إلى الجنوب الغربي ويتعتبر من المدن التاريخية فقد تم تأسيسها قبل خمسة آلاف عام وغزاها الفراعنة والآشوريون والإغريق ثم الرومان ويقع المعبر الحدودي الوحيد بين القطاع وميصر في مدينة رفح والذي يعول عليه بشكل رئيسي طوال عقود في إدخال المساعدة للقطاع وإخراج المصابين لتلقي العلاج وكذا السفر واكتسبت المدينة شهرتها العالمية لهذا السبب حتى أن شهرة المعبر فاقت شهرة المدينة نفسها وعرفت المدينة بأسماء عدة في العهد الفرعوني وبعده الآشوري إلى أن أطلق عليها الرومان واليونان اسم رافيا وسماها العرب من بعدهم رفح قسمت رفح إلى شطرين بالأسلاك الحدودية الشائكة بعد اتفاقه تيكامب ديفيد وإثر هذه الاتفاقيا فصلت رفح سيناء عن رفح غزة ديمغرافيا يعود معظم سكان رفح في أصولهم إلى مدينة خان يونس وإلى بدو صحراء النقب وصحراء السيناء وبهؤلاء التحق اللاجئون الفلسطينيون الذين قادموا من مختلف القرى والمدن بعد النكبة لعام 48-900 والف قبل أن ينضم اليوم إلى الجميع أزيد من مليون ونصف المليون نازح جراء الحرب الجارية ما جعل عدد سكان رفح يتضاعف خمس مرات يواجهون المصير ذاته فوق رقعة جغرافية لا تذكر